استعدادا لاستقبال الزائرين العربي والأجانب ليحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وزارة الخارجية وحسب مقرارات مجلس الوزراء شكلت غرفة استجابة سريعة ووجهت بحثاتها في الخارج لمنح سمات الدخول السياحية للراغبين من دول المنطقة والعالم بدخول العراق وفق تصنيفات وضوابط أعلنة الوزارة لبنان أفغانستان واليمن وكذلك باكستان يمنحون سمات دخول إلى العراق من جميع البعثات العراقية ويتم المنح بشكل مجاني زوار من الهند تحديدا من دلهي ومومباي فإنهم يمنحون سمة الدخول مع استيفاء أجر هذه السمة وزارة الداخلية استعدت من جانبها لتهيئة وتأمين جميع المنافذ لتسهيل دخول الزائرين التي من المتوقع أن تشهد أعدادا مليونية بحسب مسؤولين فيها فضلا عن آلية جديدة وضعت لضمان عودة جميع الوافدين وعدم البقاء لما بعد زيارة تخويل السيد وزير الداخلية إلى كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية بتخويلهم بمنح سمات الدخول بالنسبة للأجانب الراغبين بالمشاركة في هذه الزيارة ستكون هناك آلية عمل بدخولهم عن طريق شركات سياحية حتى تأمن خروجهم من نفس المنافذ الحدودية التي دخلوا منها وحتى انتهاء أيام الزيارة توجيهات حكومية بتعزيز الكوادر البشرية لجميع الدوائر في المنافذ الحدودية بما يضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة عباس نعمل العراقي الإخبارية بغداد